يا صباح الخير والسعادة عليك يا قلب اختك عاملين اي يا بنات يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد وروتين جديد سنة واحدة قطفل فيديو جديد ان شاء الله يا رب كده كله حماس وحيوية هعمل برضو شوية حاجات علشان خلاص الوقت ازف خالص وهنبدأ ان شاء الله بقى نعمل بقى شنطة المدرسة والحاجات دي بس مش الروتين ده علشان روحت المدرسة تلع بقى ان فيه حاجات غير اللي انا اشتريتها محتاجينها جلدت لكل مادة لون كشاكيل زيادة وحاجات تانية المهم يا البغتك تعالوا دلوقت طبعا انشلت الستار كلها بتاعت البيت زي ما انتم شايفين وغسلتها انا الشقة دلوقت وودت السجاد المخسلة خلاص دلوقت انا وافع على ايه وافع على ان انا اه الحاجة ان شاء الله هتيجي وهفرش بس تعالوا اوريكو انا بعمل ايه دلوقت وكملوا اليوم معي وبحبوكو جدا جدا ومتنسيش احطي اللايك بصوا هنا بقى يا بنات يا رابونزر صباح الخير يا رابونزر عاملة ايه متمرمطة معنا هنا بقى رابونزر هبصوا بقى عندي كم المشاية كده بتاعت قط النوم والمشاية اللي انا بحطها على ايه على دخلة الغرف رابونزر هي اللي هتعملهم خلي بالك يا اوشب بعد كده بصوا مع الحيطانة عاملة ازاي جماعة دي دي الحيطة بصوا عاملة ازاي يا نوجا بصي اوعدوا لي يا نوجا ويا حزن انا بقى انا اللي عملتها ولادي اللي عملنا والله فانا بقى مش هزيكتقول لي يا نوجا انت سايبها الحيطة لحد كده وليه والكلام ده لاني انا بجد اكسم بالله انا ايدي على كل في الشاب السنة عندي اطفال صغيرة ببناحفظهم هتلاقى جنب الجبدة اللي احمر بصوا انا عايز اواريكم بس الحيطة قبل واصلة معايا لحد ايه وانا هطلع كل الكلام ده سحر بدعكة واحدة كده صغيرة بصوا فانا عايزكم بقى تشوفوا قبل وبعد بس انا هعمل معاكم يعني اواريكم ادي الحيطة دي هعملها النهاردة والحيطة دي وحيطة الريسيبشن وافردي بس المشيات يا ماريم بصوا تعالوا اواريكم برضا نشتريت ايه دي الحاجات المنظفات اللي انا بستخدمها في السجاد وبستخدمها احيانا في الغسيلة ده اوكسي وده برسلجا وده كوري ريكس الواني بصا دي مع الحيطة عاملة ازاي يعني يب يلا نحن نحصل الحيطان خامل المشيات دي علشان انا ابدا علتول الحيطته تعالوا انا اعجل كده ايه فقط لرابونزر عشان طبعا مسلهاش بتعمل كل الوحدينه انا هاعمل حيطة ايه شفتها حيطة الا اللي مش 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 متسط ايه بصوا هنا بنات الخلطة اللي انا عاملها دي. ماشي على اي مسحوق انت حباية. هيديك النتيجة دي وهيديك رغوة كشيرة والكملة جي كلها هتغسلي بها كل مشايات. خوضي حبس غنانين كده حبس غنانين بص انا بعمل معاكم كل حاجة حية حية يعني مش بسجل ليه ليه يا نوجة علشان اشدعكم لما تسمع صوت انا واحدة من الناس اما بسمع صوت الغسيل والمية والحاجات دي بقوم اتشجع و بعمل طبعا احنا خاصة اللي يمين دول محتاجين هرمون تشجيع بجذل احنا كأمهات الله يعلم على مدى لانا طبعا دي ايه? دي طاعة كده زي السنصار اللي كانوا بيجيبولا لانا وبيلعب دي سرعة انا نطع لانا ايه نطع لانا ايه ايه خلاص هاخش بقى هنشع ده انا بقى مارين بتعمل السجادة اللي هو مش يتسجاد لها المشايات بتاعت غرفة النوم بتاعتي انا تمام و انا خلصت كم اه واحدة كده صغيرين لا ما ترمش كده عشان ما اه ما تدعولش دانا خلص تعالي لمصبون بقى. ايوها هت س Boost دي متحطش علاج تلاه هسى ان دينا عم ام مش هتش تغرف كتير ونضيف عوي يعنيش. امي. صارعا عنا بعلك يا وانزر يا عاشد علموا بنتك يا جماعة ايساعدوكم البنات والسوبيان وبقوله اهو البنات والسوبيان. ليه بقى عشان في الناس بيقالوا يقولولي يا نوجة خلوا لديك السوبيان يساعدوكم هم بيساعدوني. يعني هما على طول بيساعدوني في كل حاجة. هقولهم يشيروا حاجة يشيروها. لكن طبعا عشان رابونزر هي الاكبر. وهي الابونزر هي اللي مبهدلة والله. والله زي ما انتم شايفين. رابونزر طبعا شايلة المسؤولية معايا في البيت زي بالضبط اعزلناها حد كبير ربنا اتفاضها يا رب. وبالمناسبة اللي بيقول لي بنتك اسمها ايه? رابونزر هي مريم يا جماعة. تمام? يلا. هخمص بقى المشايات كلها وتعالي اوريكم الخلطة اللي انا هعملها لغسل الحطان. حاجة كده في الجلب. هنا بقى يا بنات بدأت ان انا قشته في السجات بقى والمشايات وكده طبعا قلت اسجلكو علشان طبعا الصوت والدوشة والعالمش عايزة تسكت. عشان يعني عايزة احكيلكو على حاجة حصلتلي بقى. امبارح اكسم بالله يا بنات. فعلا والله العظيم اني بصوا ربنا بحاجة اي حاجة بتجيلك باللطف. بجد امبارح كنت هموت حرفيا هموت القهربة. بصوا بقى امبارح انا رحت ايه اه اه جروب المدرسة. قالوا لي اني الكتب نزلت وخلاص بقى هنروح نستلم ايه الكتب اه اه للولاد وكده عشان انا هجلدها قبل ما ايه قبل ما اتدرسة ان شاء الله تبتدي يوم الحد. المهم رحت اه سحيت الساعة تمانية الصبح وتوكلت على الله. اه اه رحت استلمت الكتب وجبت افتار وانا جاية للولاد. اه انا عندي المطور اه بتاعي بتاعيلي. هو مطور البيت كله شكله بايز في حاجة المهم. مش بايز يعني اه بيسحب ميا ضعيف قوي. فانا انتهزت فرصة طبعا ان الساعة تمانية والناس نايمة بقولت ما شغل المطور. وادعك المطبخ كده وعملت تنظيف عميك للمطبخ وانا اضافه كده وخصوصا ان الولاد نايمين كلهم والشقة فاضية. وانا رجعت بقى خلاص وانا كده كده صحية. رحت يا قلب بختك شغلت المطور الحمد لله جاب ميا وطبعا كان قابلها بيوم ما فيش ميا خالص لحد. الساعة ربعة الفجر اكسم بلا ما كان عندي ميا ويعني انا عندي ان شاء الله يعني بازن الله حاول اجيب مطور جديد لاني بجد اه نفسيتي تعبت بسبب الميا دي. مش عارفة بقى العيف في المنطقة نفسها الميا بتقطع فيها بس من زمان انا هنا والميا بتقطع يعني. المهم يا قلب اختك تعالوا بس اقول لكم على منتجات جرينوي اللي بجد بقيت عشقها عشق تعال اوريكو دي طبعا الشراح بتاعتو بصوا بقى بتاخد واحدة كده عاملة زي الفل بالزبط حرفين هي عاملة زي الفل عشان الناس اللي سألتني بصوا لما بتقطعها زي الفل لما بتحطيها بتضب على طول وعايز اقول كويس يعني نيجي هنا بقى عند العلبة الاورانجي دي ودي اه طبعا لو عايزة مفعول بصوا الحبيبات بتاعتها ملا زي لو عايزة مفعول للحاجة المتبقى عندك جامد لو عندك بقعة جامدة سخاني ميا وبعد كده حطي الشريحة اللي هي اللوح الالواح الغسيل دي وحطي اللي هو من العلبة البرتقاني ولو السلام بقى لو طلبت العلبة الخضرة الخضرة اقوى تمام وبعد كده رحت عاملة كده وتعالوا بقى انجرب مع بعض بقى المسح على الحيطان بجد سحر يا بنات سحر 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 يعني خطيرة خطيرة هي مشكلتها معايا حاجة واحدة بس ان هي تقيلة في اليد يعني مش تقيلة في اليد اللي هو انا لما باجي امسح بيها من فوق وانزل بيها لتحت هيك منها ما شاء الله متينة الماتيريال بتاعة تقيل متينة متينة يعني فخدلت لي ايدي شوية هي دي كل مشكلتها معايا لكن تنظيف وبتمتص كل حاجة على الارض لو في لب اشر لب على الارض في اتريبها في اي حاجة بتلاها مسكت في الفوطة بتاعة جرينوي هي خفيفة بس مش تقيلة قوي يمكن انا اللي ادراعي واجعني بس جربوها يعني لو جربتها مش هتستغني عنها لا حيطان ولا ارض وعلى فكرة بتخسي وممكن تمشى بيها على السجاد الخشن ده تركي بيها وتمشي بيها على السجاد نحط نص شريحة او نص لاح بص بقى الحيطة عندي عاملة ازاي بص بمجرد ما بتمشي عليها بص بص الفرق بين الحيطة البيضة اللي فوق والحيطة المتسخة اللي الولاد مبهدليني طبعا الطرقة دي يا بنات يا مقست معي حرفيا يا مقست معي على طول اكتر حتة بتبقى متسخة عندي في الشقة كلها هي الطرقة اللي بين الحمام والمبخ والقوضة بتاعتي واقوض الولاد بس كده هبدأ بقى نضف الحيطان وعايز اقول لكم اني اللي حصل بقى مسكت بقى المية لقيت ايه قلت لا اغسل بقى الحيطان بمية سخنة وامسك البوتاجاز اخسله نسيت خالص معرفش ازاي ده قدر ساعة القدر يعمل البصر مش عارفة زي ما شلتش الفيشة بتاعة البوتاجاز فالمهم يا قلب اختك وانا برمي المية كده على الحيطان باخسل بقى وبعمل الدهون فجت شوية مية على البوتاجاز انا كل بصوا بقى يا جماعة الحيطة عاملة ازاي استنوا بصوا لقى سحر انا والله العظيم عايز اقول لكم اني انا موضوع غسل حيطان ده كنت بخليه كل عيد لاني تقيل على قلبي جدا بس المساعدة مساعدة ما جبتها ووفرت عليها حاجات كتير المهم انا بقولي ايه انشهادة حق والله العظيم على فكرة ده مش جفت ده انا مش تريها ده مش جفت بصوا النور قطع النور قطع وانا بشتغل الفقري فقري ايه الفقري فقري يا جلب واختك بص الدنيا ظلمة بس اه هنا ايه بقى يونس بيقول لكم الدنيا ظلمة هنا بقى ايه انا قلت لها ترجع على السلام انا قعدت وكسلت جسمها يهمد ومش عمل حاجة شلت بقى الانترين من مكان وبدأت اكنس وامسح وكمان شلت الستاير وكل حاجة ويغير النظام بقى عشان نحس بالتغيير كده على دخلة المدارس ودخلة الشتاء ربنا يجع على سنة سعيدة علينا يا رب العالمين ويحفظك ويحفظني يا رب المهم يا قل بختك انه حصل ماس كهربائي شديد جدا في الشقة يا كاد ان البوتغاز كان هينفجر تخيالي بقى غاز الغاز والاشعال اللي هو الكهرباء والمية السخنة طبعا انا كنت عاملة مية سخنة جدا قلت عشان ايدهم بقى تنزل وابتاع ومشمر وما صورتش حرفيا انا كنت اصور لكم بقى قلت اصور ايه النتيجة الاخيرة عشان اشجع قول لكم بص يا بنات وعمل لكم جولة في المبخ كنت هاموت من فجرة كنت هاموت من فجرة الحمد لله رب العالمين المهم يا قل بختك جيت بقى بدلوا المية السخنة على الحيطة فضرتشت على العيون بتاعت البوتغاز لقيت العيون مرة واحدة بتعمل ازاي عارفين صوت التكتاكة ده تك 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 بام صوت الانفجار اقسم بالله خلاني من عند البوتغاز اللي عارف مبخي وقفة قدام البوتغاز اتنطرت على الحيطة من ورا عايز اقول لكم ان انا عدت اليوم كله مصدعة طبعا كرم من رب العالمين انا جوزي كان قاعد اليوم ده اجازة اللي هو مبارح من نفسه كده اللي انا هاخد النهار ده اجازة كنتش عارف اللي هيحصل ولا اي حاجة الحمدلله لقيت وقام من صوت الخضة انا مش قادرة اتكلم مش قادرة تصوت عارف الواحد لما بتخد ممكن تصوتي انا مغدودة اللي هو ايه انا شفت شرارة طالعة من البوتغاز نار طالعة من البوتغاز والصوت الانفجار بتاعي الاشعال الاشعال اتحرق خلاص البوتغاز مش هينفع اشتغل الاشعال تاني الاشعال بوزي ايه ما اتصل بالشركة وطبعا عشان نلعب عندنا فهدفع التكاليف كلها فانا هشوف الموضوع ده وهتكلم الشركة المهم يا قل بختك اني الحمدلله قدر الله مش هفعل انا بنصحك يا قل بختك لما تيجي تخسل البوتغاز لازم ان تشيل الفيشة وما تحاوليش تجيبي مياه سخنة جامد على البوتغاز وعايز اقولكو حاجة كمان اني انا كنت برمي مياه سخنة على العمود اللي في المصورة بتاعت الغاز من قطر غلي ان انا عايزة نظف وانجز عايزة تنظفي واحدة واحدة ما تستعجليش لان انت ممكن في ثانية لقدر الله كمان المصر الكهربائي ده يعني البوتغاز لما عمل اشعال الكهرباء بتاعه عمل المصر كهربائي وانا كنت وقفة حافية يعني اللهم لك الحمد ان سكنة الكهرباء نزلت المهم سكنة الكهرباء حصل قفلة بقى وسكنة الكهرباء نزلت في جوز سحي رحشاية للفيشة بتاعت البوتغاز قال لي كده خلاص تمام بمجرد بقى ما نرفع الزرار بتاع الكهرباء الرئيسية خلاص يعني الكهرباء هترجع هو في قفلة جينا نرفع يا قلب اختك الزرار ما بيترفعش الزرار مش عايز يطلع خلاص القفلة كانت شديدة فإيه حرقة اللوحة حرقة الزرار بتاع الكهرباء الرئيسي اللي هو بيفصل الكهرباء خالص لو في قفلة وبترفعي بترجع المهم كلمنا الكلام ده كله كان تمانية الصبح من تمانية الصبح الجوزي بيحاول لحد الساعة عشرة بعد كده يا أسأل المهم كان اي زوج مصري أصير اللي عاديش تنفيها والزعالي انت ما بتفهميش انت زي تدلقي مية على الكهرباء والله ما كان قصدي ولا جي في دماغي ولا أصلا يعني عارفين اللي هو أنا برمي المية الصغنى على العمود فترتشت على الإشعال قدر الله ما شاء فعل هو نصيبي وربنا الحمد لله قرمني وما كانش أولادي صحيين كانوا تخضوا ولا لا قدر الله حصل لهم حاجة وأنا الحمد لله بخير وقدر الله ما شاء فعل وعدت أقول له كده وهدي والمهم هي دي بقى في الآخر عشان ندور على الكهربائي ويجي يعمل للشقة أكسم بالله لحد المغرب جوزي أخيرا لقى واحد على ما فدي تلع له الساعة عشرة بالليل عمل الكهرباء يمكن قبل عشرة بشوية عمل الكهرباء الله ملك الحمد وقلت له ما تزعلش قعدت أقول له جوزي بقى ما تزعلش وما تتضايقش دفع مبلغي يعني عايز أقول لكم إن الزرار اللي باز من لوحة المفاتيح دي بألف ومتين جنيه هو في أنواع في فيونس وفي كذا نوع المهم جوزي قاعد يقول نجيب أفضل واحد عشان لا قدر الله ما يحصلش حاجة والإشعال بتاعي البتجاز بتاعي باز حرفيا مش هينفعتني لازم أن نجيب حد من الشركة يجربوا عشان الإشعال كله تحرق فاللهما لك الحمد وقدر الله ما شاء فعل وأنا أسفل وطولت عليكم ونرجع تاني بقى للفيديو بتاعنا والحمد لله أنا بخير بس الحمد لله رب العالمين أنا دايماً بقول لكم ربنا بيحاجة باللطف هنا بصوا شفتوا الاتسخات اللي كانت وراك أنا بقد إيه بمجرد ما بتمشي عليها الغيار بقى أنا طبعاً غيرت الغيار بتاع الحيطة غير الغيار بتاع المسيح أنا يعني إيه عايزاكوا تبقوا مركزين معايا عشان أنا أعطت أحكي لكم على مشاكل وإيه الدنيا كانت عاملة المهم مسحت الشقة وبقت زي الفل وجبت من تحت الكنب وكله طبعاً عشان أنا كل دا بجايز الشقة علشان أنا ماجي أفرش السجاد النظيف لسه في المخسلة وجاي الكلام دا يبقى الشقة ممسوحة من تحت الكنب كل حاجة هاجي يا دوبك ألم مع السراميك وافرش السجاد الباقي وافرش الستير أنا مجاهزة الشقة كلها على كده وإن شاء الله هبقى أخدكم معايا برضو اليوم الأخير اللي هو قبل يوم المدارس بافرش الشقة ملايات جبت ملايات جديدة للولاد اللي أنتو شفتوها أفرشها ويا خلص الشقة خالص وبأخد لكم جولة فيها روحت داخلة على طول عملت شوية رز بالبسلة كده حاجة سريعة وطبعا أنا بحب البنية أنا والولاد وجوزي وكلنا بنحبوا يكون ماشوي صعب بعملوا مقلي بس هما بيحبوا أكتر ماشوي كده فروحت بقى إيه متبلة البنية مش بتبلوا على البصل البصل غالي وفري بتبلوا بإيه بقى بحط شوية تواب اللحمة شوية قرفة صغيرين شوية فلفل أصمر وشوية شوية يا ربي بابريكا صغيرين برضو ومعلقة ونص من السياسوس اللي هي بقى إيه اللي بتديك اللون الشوي الجميل وبحط شوية زيت زتون لو عندك ما فيه زيت زتون حط أي نوع زيت عندك حب صغيرين أوي وبعد كده بجيب طاصة أي طاصة تفال وببدأ إن أنا أبخ فيها بخة زيت وانزل بقمية البنية بتاعي بقلبه شمل ويمين وبعد كده بجيب غطى وبوطي النار عليه السنة صغيرة وبغطي بتلاقيه الناس المية واستوى وتحفى جدا جدا غرفت الأكل وعملت بقى للولاد بيحبوا جدا جدا صلاتة السيزر أنا بعملها بطريقتي بطريقة مش مكلفة زيت صلاتات السيزر اللي برا هي هي كده بتتعامل بالصدور الدجاج فجبت خص وقطعته كده بالشكل ده وجبت مايونيس وحطيت عليه شطة عشان احنا بنحبه سبايسي وقطعت شوية من البنية جوه الطبق كده وبس يا حباب قلبي ده الغداء بتاعنا النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكو وانتظرون الفيديو جاي بحبكو وما تنسى تحطش اللايكي قلب أختك سلام